خلال ترأسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في قصر السيف أحاط سمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المجلس علما بالنتائج التي أسفرت عنها أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي في الدوحة وعقب الاجتماع الذي شاهد حضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن سمو الأمير شرح للمجلس نتائج القمة الخليجية الخامسة والثلاثين وأحاط سمو أمير البلاد المجلس علما بأبرز القرارات والنتائج التي انتهت إليها القمة الخليجية والتي استهدفت دفع مسيرة التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات والميادين الأمنية والاقتصادية والسياسية إذ صادق المجلس الأعلى على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره العاصمة الإماراتية أبوظبي وكذلك إعلان حقوق الإنسان لدول الخليج العربية ودعم جهود التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء لسيما ما يتصل بالتكامل الاقتصادي وقد عبر سموه خلال الاجتماع عن اعتزازه للتكريم من قبل إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس إثر تسمية منظمة الأمم المتحدة دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وإطلاقها لقب قائد للعمل الإنساني على سموه مؤكدا سموه بأن هذا التكريم إنما هو لكافة دول مجلس التعاون الخليجي قادة وشعوبا بما يزخر به سجلها المشرف في مجال العمل الإنساني بصوره الناصعة من جانب آخر فقد جددت دول مجلس التعاون الخليجي موقفها الرافض لكل صور التطرف والإرهاب مؤكدة التزامها بنبذ التطرف الفكري والوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب والسعي لتجفيف منابئه ومصادر تمويله